أكد وزير الخارجية سمح شكري على وجود إرادة سياسية مشترقة بين مصر والهند لتعزيز العلاقات والتعاون المشترقة وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار أوضح شكري أن المحادثات بين الجانبين شهدت بحث مختلف قضايا الدولية والإقليمية فضلا عن بحث إمتانيات العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات بين القاهرة ونيودالهي تأتي هذه الزيارة في مرحلة هامة شهدت فيها العلاقة حقيقة تفرة جديدة على أسس رصخة من العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين استقبلت القاهرة زيارة معالي وزير الدفاع الهندي انعاخدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بلجنة مجلس رجال الأعمال زاد حوالي 40% حجم التجارة فيما بيننا وأيضا تأتي هذه الزيارة بمناسبة العام 75 من العلاقات الدوليماسية بين البلدين كذلك كان ليا الشرف أن أقدنا اجتماع مع معالي الوزير على هامش الدورة الحالية للجماعة العامة وكل هذا يؤكد أن هناك إرادة سياسية خوية لدي الجانبان لعمل المشترك لتعزيز علاقتنا الثنائية للتنصيق إذا التطورات الدولية والإقليمية المشترك ترجمة نانسي قنقر